وبهذا التنوع العجيب لعل هنالك أكثر من ثلاثين شاهداً يأتون يوم القيامة ويشهدون على أعمالنا هذا الجدار يشهد علينا هذا الفرش يشهد علينا أكثر من ثلاثين شاهد يشهدون علينا أو لنا في يوم القيامة الشعور بهذه الحقيقة أن الفرد مراقب من قبل جهات متعددة وأن هذه الجهات سوف تأتي يوم القيامة وتفضحه في تلك المحكمة الكبرى الأفراد حاضرين في هذه الدنيا أن يدفعوا ثروتهم للحفاظ على كرامتهم الاجتماعية إذا واحد متهم بتهم معينة لعله يبدل الملايين حتى يبرأ نفسه أمام المجتمع هذه قضية مهمة جداً الشعور بهذه الحقيقة أن هناك رقباء وأن هؤلاء الرقباء سوف يأتون ويشهدون ويفضحون لاحظوا هذه الآية الكريمة الله تعالى يقول في دعاء المؤمنين رَبَّنَا إِنَّكَ مَنْ تُدْخِلِ النَّارِ مع عقوباتها الشديدة التي لا تقوم لها السماوات والأرض ولكن في هذه الآية رَبَّنَا إِنَّكَ مَنْ تُدْخِلِ النَّارَ فَقَدْ أَخْزَيْتَهَ يعني هذه قضية مهمة أنه واحد يفضح واحد والعياذ بالله كذب ويفضح في العالم كم هو مؤلم أن يفضح أمام مليارات البشر في يوم القيامة ترجمة نانسي قنقر